مراحب خطوة مهمة كتير لحتى يطلع معاك كيك الاسفنجي مظبوط 100% وماخد كله نفس الارتفاع لما يجي تصبي بالصينية وخاصة لما مستطيل متل ما انت شايفتيه حاول بالسبتولة اتروحي وتجي يمين ويسار بجميع الاتجاهات والطولة بالك وبهدوء وبخفة على اساس الهواء اللي حطناه بقلب الكيك ودخلناها اسناء الخفئ ما يرجع يطلع من العجين وكمان بعد ما تخلصي توزيع كل كمية الكيك على الصينية حاول انك تترؤيها طرق خفيف وتهزيها بكل الاتجاهات تتركيها خمس دقائق في مكان هيك لحالها قبل ما تدخليها الفرن حتى يتثبت الكيك والعجين يفوت بكل الزوايا وكله يكون طبقة واحدة ويا هلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة